السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي المتابعين عزائي المتابعات موضوع اليوم هو المؤيدون للتوسعة في الصفا والمروة يقول من أيد التوسعة من العلماء أن مسألة التوسعة هي مسألة اجتهادية خلافية لا تستند إلى نص ويكفي لحسم الجدل الدائر حولها اختيار ولي الأمر واستند العلماء إلى عدة نقاط في الجواز أهمها أن المعتبر في الساعي هو الصفا والمروة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عرض المسعى وأن تحديده غير مقصود شرعا وإلا لكان أولى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنع إن جبلي الصفا والمروة قد تعرضا عبر الأزمان لتغيرات وهذه التغيرات قد أدت إلى تغيير حجم الجبل عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحكومة السعودية لما همت بالتوسعة استكتبت غير واحد من العلماء ومنهم من عاش في مكة ورآها على طبيعتها لم تتغير معالمها قبل حدوث توسعة الحرم المكي كما استدعت مجموعة من كبار السن وأدلوا بشهاداتهم أمام القضاء في مكة وسجلت شهادتهم وهذه الشهادات والنقول كافية في باب الإثبات كما قامت هيئة المساحة الجولوجية السعودية باختبار عينات جبل الصفا والمنطقة التي شملتها توسعة المسعة من الجهة الشرقية فأثبتت في تقريرها أن جبل الصفا لسان من جبل أبي قبيس لديه امتداد سطحي بالناحية الشرقية مسامات للمشعر بما يقارب ثلاثين مترا ومن المقرر في قواعد الشريعة أن الزيادة المتصلة تتبع أصلها وأن الزيادة لها حكم المزيد فيه وأن ما جاور الشيء أخذ حكمه وهذه القواعد كلها تنطبق على المسعى الجديد من حيث اتصاله بمكان المسعى القديم من أهم من أيد توسعة المسعى وأجاز السعي فيه أقلية من أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية ودار الإفتاء المصرية والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم شكرا